هل من خلال المنصة يا فندم وزي ما حضرتك ذكرت أنها بتكون مفتوحة للتقييمات يعني ممكن أنا مثلا أدخل على المنصة وادخل على الاختبار وشوف تقييمي عامل إزاي كل ده بيقع وجود عندكم على المنصة هل ده مثلا ممكن يخليكوا تعملوا قاعدة بيانات فيؤثر على صنوع القرار في هذا الأمر تحديدا في أن هم مثلا شايفين في نوع من المشا نقول الأمراض مثلا في بعض المشكلات النفسية اللي بتواجه فئة معينة فئة عمرية معينة أو في محافظة معينة فبالتالي نكثف من الوعي في هذه المحافظة أو لهذه الفئة العمرية ممتاز طبعا اللي حضرتك قلت والحقيقة خلنا نوجه مثلا خدمتنا للسيدات أكتر أننا لقينا أكتر من 70% من اللي بيزوروا المنصة من السيدات فهتمنا نبعدين عيادة صحة المرأة في كل مستشفياتنا وتواجدنا كمان في المستشفيات اللي بتتعامل مع أمراض النساء والولادة زي مستشفى الجلاء فاحنا موجودين فيها وبنتوسع حاليا كمان نبقى موجودين في أكتر من مستشفى متخصصة عشان نبقى قريبين للست ما تحتاجش تروح للمستشفى الست المصرية مش بس بتسأل على نفسها بتسأل على نفسها وتسأل على تربية أولادها وتسأل على تعاملاتها مع زوجها وتسأل على تعاملاتها في الشغل لو هي امرأة عاملة يعني الحقيقة الست المصرية عندها ثقافة عالية جدا من ناحية نفسية هي مدركة حجم أهمية أنها تبقى عندها وعي طبعا بالمرض النفسي الفترة دي خصوصا أن فيه أولادنا بيبقوا بيعانوا من الاكتئاب وغيروا من الأمراض النفسية وأنا كأم أو كأمهات كتير مش حاسين بدا ده حقيقي فبيباد بعض الملاحظات اللي احنا دايما نقول إيه لا معيش يمكن مدقى شوية سن المراهقة حاجات كده إيه العلامات اللي أنا أقول ده لا لازم ألجأ للمنصة وأقول عايزة مساعدة لأن ابني مثلا أو بنتي رفضين أنهما يتواصلوا بشكل مباشر مع المنصة الحقيقة أن الأطفال بالذات بيبقى عندهم طبيعة مختلفة شوية للمرض الاكتئاب يعني الاكتئاب في الولاد ما بيبانش أنهما بيعيطوا أو عندهم حزن بيبان أكتر أنهما رفضين يروحوا المدرسة عندهم ألم جسدية بطنه بتوجعه مصدع يبتدي بأي موسوس زيادة يعني مثلا ينتب حاجاته قوي يتأخر شوية في أنه يعمل المهام فالحقيقة يعني بيسموها بالأتيبكال بريزنتيشن أو العرض غير التقليدي في المرضى الاكتئاب بالنسبة للأطفال بالذات فالأم لما تلاقي ابنها متغير أو الأب لما يلاقي ابنه متغير أطفال عندهم اكتئاب آه في أطفال عنده كم سنة فالنه للأسف بتحصل والله بتظهر ممكن من سن 6-7 سنين كمان آه ومعظم أوقات المرطة ده مش اي حاجة تدول الاكتئاب أعتقد يعني ما هو بيبقى دايما مش اكتئاب بشكل صريح ممكن يكون عنده مشكلة في المدرسة ومش عارف يتفاعل معها بشكل واضح حد من المدرسين حد من الزملاء خد بالك التنمر زيد جدا للأسف الشديد مع الأجيال الجديدة بسبب الأمثلة غير يعني عايز أقول أنه بساعات بيقى في قدوة غير حسنة في كتير من العمال الدرامية فللأسف بفي تنمر في السن ده والتنمر أكتر حاجة بتتعب الأولاد أو البنات في هذه المرحلة مميزة مميزة